العراق إلى أين؟ لماذا العراق؟ بعيداً عن الدعاء الوطنية وحب الأوطان وعن التحليلات السياسية والانتماءات العشائرية والمجتمعية بعيداً عن كل ذلك وبعيداً عن كل ما يتفرع على ذلك الذين ينتظرون إمام زمانهم يجب عليهم أن يوجهوا أنظارهم إلى العراق لماذا؟ لأن أنظار إمام زمانهم متوجهة إلى هناك لا أريد أن أقول أكثر من ذلك ولماذا؟ السؤال إلى أين؟ العراق إلى أين؟ العراق منذ سنة 2003 للميلاد بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم العراق في خراب وبؤس وفساد وإفساد على جميع المستويات على المستويات المادية والمعنوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والتعليمية والأخلاقية والتربوية خراب في جميع الاتجاهات وبؤس في كل الزوايا في الزوايا الواضحة الظاهرة وفي الزوايا الخفية الباطنة خراب وبؤس وفساد وإفساد في كل مكان وفي كل جهة في واقع حياة العراقيين منذ سنة 2003 للميلاد وإلى هذه اللحظة لأجل هذا يطرح هذا السؤال يطرح نفسه بنفسه العراق إلى أي بين أيدينا صور سأمر عليها بنحو إجمالي بحسب ما أستطيع بيانه ضمن وقت هذه الحلقة أصورة الأولى أن يستمر الوضع السيء هذا في دوامة تكرر الأوضاع نفسها مثل ما هي ومن حالة سيئة إلى حالة أسوأ ومن الحالة الأسوأ إلى ما هو أسوأ منها فالانتقال من سيء إلى أسوأ على طول خط الأحداث أتحدث عن خط الأحداث التي مرت في السنين الماضية وفي أيامنا الحاضرة وفي ما يأتي من سنوات المستقبل لأن المعطيات هكذا تحدثنا ولأن النتائج تتبع المقدمات المقدمات سيئة وتتحرك بالاتجاه الأسوأ فإن النتائج ستكون كذلك أيضا هذه قضية بديهية واضحة فمنذ سنة 2003 للميلاد وإلى هذه اللحظة أوضاع العراق من سيء إلى أسوأ وليس في الأفق من معطيات تقول من أن الأوضاع ستتحسن لماذا لسببين السبب الأول انعدام منظومة الإصلاح والسبب الثاني هيمنة وتسيد منظومة الإفساد وليس الفساد الفساد من آثار هذه المنظومة هناك إصلاح وهناك إفساد في العراق منذ سنة 2003 للميلاد وإلى الآن هناك انعدام لمنظومة الإصلاح وهناك تسيد لمنظومة الإفساد منظومة الإصلاح تعني قيادة صالحة نخبة صالحة برنامجا صالحا جمهورا إن لم يكن صالحا بكله ففيه نسبة واضحة يمكننا أن نصفها بأنها صالحة وتسعى إلى الإصلاح هذه منظومة الإصلاح قيادة صالحة أكانت قيادة فردية أم كانت قيادة جماعية قيادة صالحة نخبة صالحة القيادة الصالحة من دون نخبة صالحة لا تستطيع أن تفعل شيئا إن كان القائد فردا أو كانت القيادة جماعية من دون النخبة الصالحة لن تستطيع القيادة الصالحة أن تفعل شيئا ستبقى تراوح في مكانها البرنامج الصالح ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة ثم يأتينا الجمهور الصالح في نسبة واضحة منه أو على الأقل هذا الجمهور يبحث عن الصلاح والإصلاح هذا الجمهور يناصر القيادة الصالحة يناصر النخبة الصالحة يستمع بصدق إلى نخبته الصالحة هذه منظومة افتراضية لا وجود لها في العراق لا بشكل كلي ولا بشكل جزئي إن عدموا منظومة الإصلاح وتسيد منظومة الإفساد فالقيادة فاسدة مفسدة والنخبة فاسدة مفسدة والبرنامج برنامج فاسد مفسد لأن البرنامج يعتمد على معرفة وطلب المعارف من غير طريق آل محمد صلوات الله عليهم مساوق لإنكارهم إنه الفساد والإفساد بعينه على جميع المستويات على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي إلى بقية المستويات الأخرى من العناوين التي ترتبط بواقع الحياة اليومية للذين يقولون عن أنفسهم بأنهم شيعة لعلي وآل علي صلوات الله عليهم حديثي مع شيعة علي وآل علي حديثي حول شيعة علي وآل علي لا شأن لي بالآخرين الآخرون أحرار بأنفسهم وعقائدهم فهناك انعدام لمنظومة الإصلاح وهناك تسيد لمنظومة الإفساد قيادة فاسدة ومفسدة نخبة فاسدة ومفسدة برنامج فاسد ومفسد وجمهور كذلك فاسد ومفسد لأنه يتبع برنامجا فاسدا ومفسدا وضعه بين أيديهم قائد فاسد ومفسد قطعا في الواقع الشيعي الجهة الأفسد هي المرجعية الشيعية المرجعية الشيعية هي الجهة الأفسد إنها الأفسد دينيا على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي والأفسد دنيويا لأنها فاشلة لأنها غبية لأنها معتوهة هذا واقع المرجعية الشيعية في النجف ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بالمرجع الأسفل الأحزاب الدينية الشيعية والقيادات الدينية الشيعية فاسدون من أولهم إلى آخرهم إلا أن فسادهم أقل بكثير وبكثير جدا مهما كان فسادا عظيما هو أقل بكثير من فساد المرجع الأعلى وأولاده وأصهاره ووكلائه ومؤسساته مشكلة الشيعة في فساد مراجعهم وفي ضلال مراجعهم ومشكلة العراق كذلك في فساد المرجعية العليا وضلالها هذا هو الكلام الذي لا بد أن يقال على الأقل من وجهة نظري قد تختلفون معي أو ربما تتفقون معي ذلك أمر راجع إليكم عنوان هذه الحلقات كلام لا بد أن يقال وما أقوله الآن على الأقل من وجهة نظري على الأقل بحسب قناعتي لا بد أن أقول هذا الكلام ولا بد لهذا الكلام أن يقال وأتمنى أن يسمع هذا الكلام لأن الكلام الذي لا بد أن يقال في الحقيقة لا بد أن يسمع والحكم إلى عقولكم إن كانت هناك عقول والحكم إلى بصائركم إن كانت لدينا بصائر نذهب إلى فاصل موسيقى موسيقى